تستمر قوات الاحتلال في عرقلة ومنع دخول الشاحنات الإغاثية للأشقاء الفلسطينة في قطاع غزة إلا أن الجهود المصرية لا تتوقف في إدخال والدفع بمئات المساعدات من الجانب المصري متوجهة إلى معبر كرم بوسالم ويأتي هذا مع استمرار القصف المستمر لقوات الاحتلال على مناطق مختلفة من قطاع غزة ومنع دخول المساعدات لشمال القطاع النهائيا منذ الخامس من أكتوبر المزيد مع زميل كاري بيبرس مراسل التلفزيون المصرية تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين من أمام بوابة معبر رفحة المصرية ننقل لكم الصورة الخاصة بنقل المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن لننقل هذه الصورة ما زلنا أيضا ننقل هذا القصف المستمر على قطاع غزة من الطيران الحربي والمدفعية وأيضا الدبابات الخاصة بقوات الاحتلال على مدار اليوم نسمع هذه الاشتباكات المستمرة ولكن هذه الطيران لا يتوقف صوته على الإطلاق على مدار اليوم وأيضا استمرار الضرب الخاص بقطاع غزة بشكل عام بجميع أنواع الأسلحة نسمعه هنا وأيضا في بعض الأحيان نستمع للاشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وأيضا قوات الاحتلال على مقربة من جنوب رفح الفلسطينية وتحديدا في الناحية الشرقية وبعض الأحيان نسمع هذه الاشتباكات في الناحية الغربية لرفح الفلسطينية ولكن هذا لا يمنع استمرار المجهودات المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية من أمام بوابة معبر رفح المصرية متوجهة إلى معبر كرم أبو سالم نتحدث عن دخول حتى الآن 87 شاحنة دخلوا بالفعل إلى الناحية الأخرى إلى معبر كرم أبو سالم أفرغت يعني عشرات الشاحنات حمولتها ولكن ما زالت هناك عدد كبير من الشاحنات متواجد هناك ولم يعود أدرجه حتى الآن ولم يدخل أيضا إلى قطاع غزة بالإضافة لهذه الشاحنات أيضا يدخل عدد من شاحنات الوقود وتحديدا شاحنات السلار والغاز الطبيعية أفرغت أربع شاحنات للغاز حمولتها بالفعل في الناحية الأخرى وعادت إلى الأراضي المصرية ولكن إذا رصدنا أيضا أنواع هذه الشاحنات الإغاثية التي تدخل فتدخل شاحنات محملة بمواد غذائية مواد طبية مستلزمات خاصة بالمعيشة بشكل عام مثل الحمامات الخارجية وقواعد الحمامات الخارجية تم رفض بعض هذه الحمامات والقواعد الخاصة بالحمامات وتم رفض أيضا بعض المواد والمستلزمات الطبية عادت مرة أخرى أدراجها إلى الأراضي المصرية هذه هي الصورة من أمام بواب مواد رفع المصرية ولا نعود عليكم مرة أخرى